الجفر من مراد منه في ثقافة العترة الطاهرة الجفر عنوان مصطلح متوفر ومتوافر في ثقافة العترة الطاهرة في أحاديثهم وكلماتهم ورواياتهم وله ارتباط مباشر بإمام زماننا بمستقبل حياة الإنسان فكل شيء يرتبط بمستقبل حياة الإنسان يرتبط بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر بالمشروع المهدوي الأعظم الجفر في ثقافة العترة الطاهرة يطلق على معنيين المعنى الأول هناك كتاب عندهم عند محمد وآل محمد يسمى بكتاب الجفر وهو خاص بهم لم يطلع عليه أحد من الشيعة ربما حدث الأئمة الشيعة ببعض مضمونه لكن لم يطلع أحد من الشيعة على هذا الكتاب ونحن لا نعرف بالدقة مواصفات هذا الكتاب وخصائص هذا الكتاب إلا بنحو إجمالي من خلال ما أخبرونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي إذن المضمون الأول لهذا العنوان الجفر إنه كتاب هناك كتاب عندهم عنوانه كتاب الجفر أقرأ عليكم مما جاء في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الطبعة طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة هذه الرواية مرت علينا وقرأتها عليكم قرأتها في بعض الأحيان بالتفصيل وبالشرح والبيان وقرأتها في بعض الأحيان بنحو مقتضب أقرأ منها موطن الحاجة فقط وهذا ما سأفعله الآن أيضا لضيق الوقت صفحة 386 من الجزء الثاني من كمال الدين وتمام النعمة الجزءان معا قد طبعا في مجلد واحد الحديث الخمسون بسنده عن السدير الصيرفي قال دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب المسح الخيبري ثوب زهيد الثمن رخيص الثمن هو ثوب خشن ينسج من الشعر مطوق بلا جيب ليس له من فتحة صدر وليس له من ياقة وإنما فتحة دائرية في أعلى الثوب فقط الثياب الزهيدة والرخيصة تصنع هكذا من دون أزرار من دون فتحة تطرز ببعض التطريز مثلا من دون ياقة إلى غير ذلك فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمين كما نقول في أيامنا نصف ردن وهو يبكي بكاء الواله الثكلة ذات الكبد الحر قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه عارض الإنسان جانب وجهه وشاع التغيير في عارضيه وأبل الدموع محجريه المحجر نقرة العين الموضع الذي تكون العين فيه وأبل الدموع محجريه وهو يقول مخاطبا الحجة بن الحسن سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي إلى آخر ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال سدير صفحة ثلاثمية أو سبعة وثمانين فاستطارت عقولنا وله وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل مما نراه على إمامنا الصادق سألوه عن السبب الكلام طويل الإمام هكذا أجابهم بعد أن زفر زفرة انتفخ منها جوفه كما يصف لنا سدير الصيرفي ذلك وقال ويلكم نظرت في كتاب الجفر هذا هو الذي قصدته نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة قطعا هذا الكتاب ما هو ككتبنا كم حجمه كم حجمه نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة شؤون الغيبة شؤون اليوم الأول من أيام الله يوم القائم شؤون اليوم الثاني من أيام الله يوم الرجعة وهو يوم طويل طويل زمان طويل جدا كل تلك الشؤون والتفاصيل موجودة في هذا الكتاب فأي كتاب هذا نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم والإمام يعرف لنا هذا الكتاب إمامنا الصادق يقول وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده هذا كتاب من مختصاتهم الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده وتأملت منه من هذا الكتاب نفسه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم إلى آخر الحديث أنا أنا لا أريد أن أقرأ الحديث بتفاصيله إنما أردت أن أقرأ من الحديث ما أخبرنا به إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن كتاب الجفر أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم الإمام يقول إمامنا الصادق نظرت في كتاب الجفر هناك كتاب هذا عنوانه كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب هذا تعريف له وهو الكتاب المجتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده مصداق من مصاديق ما فيه الإمام يقول وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم إلى التفاصيل الأخرى التي تحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذن الجفر عنوان لكتاب وهذا الكتاب من مختصاتهم صلوات الله عليه يجتمل على كل التفاصيل على كل الوقائع والأحداث إلى يوم القيامة إنه يجتمل على تفاصيل زمان الأئمة ويجتمل على تفاصيل ما كان قبل زمان الأئمة ما هكذا يقول الإمام إنه يجتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا فيما سيكون وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة فيه الماضي بالنسبة لنا والحاضر والمستقبل الإمام المعصوم بحسب إمامته يتساوى عنده الماضي والحاضر والمستقبل علما ومعرفة ورؤية ووضوحا ويقينة الماضي والحاضر والمستقبل عند المعصوم نقطة واحدة هذه النقطة تتكثر بالنسبة لي ولكم فهناك ماض متكثر وهناك حاضر متكثر وهناك مستقبل متكثر عند المعصوم كل هذا نقطة واحدة الإمام هنا يحدثنا بحسب ما نستطيع أن نتواصل معه كي نفهم مراده صلوات الله عليه على أي حال إذن هناك كتاب عنوانه كتاب الجفر من مختصاتهم يشتمل على هذه التفاصيل العظيمة كم حجمه كم سعته هذا الأمر لن نستطيع أن نتخيله إذا أردنا أن نقيس على هذه الكتب التي عندنا قطعا هذا الكتاب لن يكون كهذه الكتب التي عندنا هذا كتاب إن كان على جلد مثل ما يظهر من بعض الروايات التي ربما قالها الأئمة لتقريب الفكرة لأن الناس كانت تكتب الأشياء المهمة والوثائق السرية يكتبون ذلك على الجلود ربما ربما كان بيان الأئمة عن أن الكتابة كانت على جلود معينة لأجل أن يكون الكلام واصلا إلى مدارك المتلقين بحسب بحسب الثقافة الحاكمة في ذلك الوقت على أي حال حتى لو كان مكتوبا على جلد قطعا سيكون مرموزا وإلا أي جلد هذا الذي تكتب عليه هذه المعلومات الهائلة التعبير بالهائلة سيكون قليلا في شأنها لعظمتها وكثرتها فإذا كان مكتوبا على جلد فلابد أن يكون مرموزا وتلك الرموز لا يعرف حقائقها إلا هم صلوات الله عليهم نقرأ في عيون الأخبار لشيخنا الصدوق أيضا وهذا هو الجزء الأول من عيون الأخبار إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة أربعين الحديث السابع والعشرون عن نعيم بن قابوس قال قال لي أبو الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال لي أبو الحسن علي ابني الإمام الإمام الكاظم يتحدث عن الرضا صلوات الله عليه علي ابني أكبر ولدي وأسمعهم لقولي وأطوعهم لأمري ينظر ينظر معي في كتابي الجفر والجامعة وليس ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي رموز وخصائص ومميزات لا نستطيع أن نتصورها أو أن نقيس على الكتب التي عندنا أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم تلاحظون أن أحاديث أهل البيت يعضد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا وترسم فيما بينها لوحة وصورة متكاملة ألا لعنة على منهج المرجئة ومنهج البترية ومنهج الطوسية في حوزة النجف إمامنا الكاظم هكذا يقول علي ابني أكبر ولدي وأسمعهم لقولي وأطوعهم لأمري ينظر معي في كتابي الجفر والجامعة وليس ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي وليس ينظر فيه في كتاب الجفر هذا لأنه من مختصاتهم مثل ما مر علينا قبل قليل في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي قرأت ما قرأت عليكم منه من كمال الدين وتمام النعمة آتيكم بمثال هذا هو تفسير القم علي ابن إبراهيم القم الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة ستمية وعشرة بعد البسملة في سورة الشورى حاميم عين سين قاف بعد البسملة في سورة الشورى حاميم عين سين قاف ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه بسنده بسند القم عن يحيى ابن ميسر الخثعم عن إمامنا الباقر يقول سمعته يحيى ابن ميسر الخثعم يقول سمعت الباقر وهو يتحدث عن حاميم عين سين قاف هكذا يقول إمامنا الباقر عن هذه الحروف حاميم عين سين قاف أعداد سني القائم بأي طريقة كيف تحسب هذا رمز من رموز جفره حاميم عين سين قاف أعداد سني القائم وقاف جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر ومر ذكره مر ذكره علينا في رحلة أمير المؤمنين الفضائية مر ذكره هذا الجبل من أنه جبل محيط بالدنيا مر الحديث عن جبل قاف وهذا الجبل يرتبط ارتباطا وثيقا بمشروع امام زماننا مر ذكره في اجواء السماء الدنيا وفضائها وجاء ذكره هنا ايضا حاميم عين سين قاف أعداد سني القائم وقاف جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر فخضرة السماء من ذلك الجبل المراد من الخضرة هنا ما هو لون السماء المراد من خضرة السماء السماء من الآثار التي تنعكس من ذلك الجبل في سماء دنيانا ربما يراد من الخضرة هنا لون السماء فالسماء الزرقاء يقال لها باللسان العرب الخضراء كما في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذار ما أظلت الخضراء الخضراء هي السماء الزرقاء والغبراء هي الأرض فلونها لون مغبر إنه لون التراب وسماء زرقاء ولكن في لغة العرب قد يعبر عن اللون الأزرق باللون الأخضر لأن اللون الأزرق هو لون الحياة وهو لون الماء والماء عنوان الحياة واللون الأخضر هو لون الحياة هو لون ما ينتجه الماء من خضرة الأشجار وخضرة الحياة في المحيط الذي حولنا على أي حال أنا لا أريد أن أقف كثيرا في تفاصيل هذه الروايات فهذه الخضرة قد يراد منها الزرق وقد يراد منها الطاقة التي يصل إلى الأرض ما يصل منها التي يعبر عنها بالطاقة الكونية التي لها مدخلية كبيرة في انسجام الحياة على وجه الأرض وفي انسجام وانتظام البيئة إن كان ذلك في اليابسة أو كان ذلك في البحار والمحيطات الطاقة الكونية الواصلة من الشمس من القمر من المجموعة الشمسية من المجرة من كل ما يتدفق إلى الأرض من هذا الكون الوسيع والفسيح على أي حال أعود إلى الرمزية حديثنا عن الرمزية والرموز حاميم عين سين قاف أعداد سني القائم وقاف جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر فخضرة السماء من ذلك الجبل ثم ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعلم كل شيء في عين سين قاف ماذا نفقه من هذا لا نفقه شيئا الإمام الباقر هكذا يقول وعلم كل شيء في عين سين قاف هذا هذه هي الرموز التي أشرت إليها قبل قليل وأنا أحدثكم هذا مثال من الأمثلة في أحاديثهم ورواياتهم غريب هذا الإمام هكذا يقول وعلم كل شيء في عين سين قاف أنني أقرأ عليكم من تفسير القمي علي ابن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه نذهب إلى فاصل